السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكم في قناة المستر نريد انكمل مع بعض حل كتاب جيم لسنة اولى سنوي الوحدة الثالثة من صفحة 163 لصفحة 167 انتظرونا نبدأ بصفحة 163 رقم واحد يوس يعني الشباب وبعد النقط is a group of young people هم مجموعة من الشباب who do things together يعني بيعملوا ايه بيقوموا باشياء ايه معا يبقى طبعا الاجابة ايه منظمة association منظمة ايه للشباب او ايه جامعية للشباب دي اتحاد ودي مشاركة ودي حلم رقم اثنين the children الاطفال ايه where كانوا بعد النقط to survive ان هما نجم من ايه بقى the fire من الحريق which destroyed which destroyed لدمارت their home منزلهم يبقى الاطفال دول كانوا ايه بقى كانوا محظوظين لهم مناجم lucky دي مثقف ودي غير عادي ودي بالغ رقم ثلاثة it is the worst thing اسوأ شيء he doesn't have a job ما عندوش وظيفة and not to live وكمان ما عندوش مكان يعيش فيه هتبقى الاجابة no where لا مكان حسب المعنى ايه رقم اربعة all he needs كل اللي هو محتاجه is a اوان وبعدين نقطة to show his ability انه ايه يظهر قدراته يبقى كل اللي محتاجه ايه فرصة opportunity دي حل ودي اعتراف ايه رقم خمسة يوسف's computer حاجه خاصه بيوسف بالكمبيوتر يعني نقطة where not good ما كانتش حاجه يعني جيدة enough for the job عشان يحصل على الوظيفة يبقى ايه مهاراته في الكمبيوتر يبقى skills مهاراته ما كانتش جيدة عشان ايه تمكنه الحصول على الوظيفة ايه دي معنى تجارب او خبرات ودي ديون ودي ايه مكينات او آلات رقم ستة here death يعني وفاتها هي خسارة ايه محزنة to the whole لكل المجتمع community دي معنى فرصة ودي شخص رقم سبعة in what ways يعني ايه الى اي حد يعني الى اي مدى do British and Australian the British and Australian نقط different يبقى الى اي مدى ايه تختلف الثقافة الاسترالية والبريطانية الثقافات by cultures دي اعتراف ودي شخصيات ودي احلام رقم تمانية the thief the last final في النهاية وبعدين نقط he had stolen the money هو سرق الفلوس يبقى ايه اللص ايه عطرف admitted رقم تسعة the little boy is crying يعني الولد الصغير بيعيط او بيبكي because he لانه he not over and injured his arm لانه ايه ويع واجرح ايه زراعه يعني يبقى هنا حاجة لسه ايه لسه منتهى منذ فترة وجيزة هتبقى ايه مضارع تهم هتبقى الإجابة has fallen رقم عشر i haven't had a holiday معنى ايه ما خدتش اجازة خالص with my family مع اسريتي يعني وبعدين نقط ages عصور يعني ايه تشبيه بليغة يعني before ages لمدة وقت طويل ما خدتش اجازة قضيتها مع اسريتي رقم حداشر the last time we attended a film اخر مرة حضرنا فيها فيلم in the cinema في السينما ووز وبعدين نقط we were twenty years old لما كان عمرنا ايه عشرين سنة فهنا دي القاعدة اللي احنا قلناها قبل كده هي في الاول the last time مثلا وبعدين يجي هنا مضارع ماضي ادي هنا ماضي attended وفي الاخر الجملة التانية ماضي يبقى يجي في النص ون ديت ايه تركيب علينا في المنهج رقم اتناشر the police will punish البوليس سوف ايه او الشرطة سوف تعاقب all of the thieves كل اللصوص as soon as بمجرد ان قلنا as soon as دي ايه من الرابط الزمنية تمام بمجرد ان عليهم هنفهمها بعض ومبعض as soon as من الرابط الزمنية جي قبلها مستقبل وال اللي هو will punish هي بيجي في الجملة التانية ايه مضارع او مضارع تام هتبقى الاجابة have arrested يقبضوا عليهم رقم 13 since the computer was used in schools منذ الكمبيوتر ايه استخدم في المدارس remarkable progress يعني تقدم ملموس او تحسن ايه مابني للمجهول تقدم ايه ملموس ايه تم تحقيقه has been made رقم 14 my family has lived in mansura لقد عشت فين في المنصورة وبعدين نقط the day i was born منذ اليوم اللي انا اتولدت فيه هنختار sense وهنقول ايه لان هنا sense يجب وراها ايه بداية انطلاق الحدث منذ اليوم اللي ايه اللي انا اتولدت فيه ايه رقم 15 they have been in their flat يعني هما في شقتهم وبعدين نقط the last week الاسبوع الماضي كله دي مدة اذن حيجي هنا ايه for لمدة الاسبوع الماضي كله قعدوا ايه في شقتهم for يجي وراها المدة لكن لو ما كانش فيه the هنا بكناش هنختار for ايه رقم 16 مونة وبعدين نقطة her school but she didn't stay for long يعني ايه مونة رحت المدرسة بس ما قعدتش ايه وقت طويل هنا يعني معنى كده ده ايه الشيء الدل على انها ذهبت وعادت يبقى رحت ورجعت من المكان هتبقى ايه has been صفحة الصفحة اللي بعدها صفحة 64 اول سؤال عندنا هنا ايه في الان بس نفهمها سوى اللي جات اللي ايه الاجابات دي هنقول ايه فكرتها رندا ديت ايه flight attendant يعني مضيفة جوية she has worked اشتغلت ايه لشركة ايه دولية وبعدين نقطة she graduated منذ تخرجت هتبقى الايجابة الاولانية ايه since وهنا مضارع تامه هو زي ما انتم شايفين has worked ايه النقطة اللي بعدها so she نقطة وبعدين تصريف ثالث هنجيب هاز لذلك هي صفرت الى ايه الى دول ايه مختلفة حول العالم during flights اثناء رحلات الجوية she is always busy بتكون مشغولة بتعمل اشياء خاصة لما تكون الطيارة ايه مليانة بالايه passengers الركابة عندما تبقى وين C هتبقى وين اخر حاجة she gets passengers drinks تقدم للايه للمسافرون الايه الركابة يعني المشروبات وتقدم لهم الايه القطعمة رندا وظيفتها مالها بقى كان بيوم hiring يعني ايه يعني ايه وظيفة متعبة عشان كده يجبنا بيه لان كان يجورها الفعل في الايه في المصدر وحسب المعنى القطع بتاعتنا هنقول ايه معاني الكلمات يعني ممكن تكون صعبة بالنسبة لكم دي معاناها يعني ايه من الشائع middle ages منتصف العمر middle ages سفر يعاني stress الضغط result نتيجة experience همر بتجربة على باقي الخصوص او خاصة يعني enemy عدو ضغط برضك pressure يعني اشارات تحذيرية warning signals براجراف اللي بعده cause يسبب type ينتج او يفرز يعني chemical زي مواد كيميائية في الواقع heart attack اللي هي اقزامات قلبية وده معاناها ادمان الكحول suicide اللي هو ليه الانتحار البراجراف الاخير conditions ظروف الازدحام traffic jams اللي هو الزحام المروري دي مسابقة او منافسة هنا معاناها منافسة في الوظائف يعني prevention is better than you يعني الوقاية خير من العلاج اللي يابن له الله احمر دي inability عدم المجدرة او العجز avoid يتجنب relaxation اللي هو الايه الاسترخاء فكرة البراجراف الاولاني انهما ايه رجال الاعمال متوسط لايه الاعمار يعانيوا من ايه من الضغوط والناس تمرد ايه لو يعانوا من الضغوط خاصة لوما صحتهم ايه مش كويسة صحتهم ايه يعني تعبانة البراجراف التاني اللي بدأ بسترس هو بقول لي اللي ايه الضغط ممكن ان يكون صديق او عدو تمام لو هو صديق لو بيحذرك من الايه من الضغوط اللي عليك وانت بتستجيب فبضغير حياتك اما هو عدو لو ايه ممكن يموت الانسان لقدر الله لو ما استجابش للايه الاشارات التحذيرية اللي بتيجي من الايه من الضغط ده البراجراف اللي هو بدأ بكلمة دكتورز فبيقول لي هنا يعني ان الاطباء بيتطفقوا لان ايه ايه ان الضغط هو سبب المرض في المجتمعات الايه الغربية تمام طيب وعند الخوف او القلق اللي بيحصل ايه ايه اكسام الانسان اكسامنا يعني بتفرز مواد ايه مواد كيميائية عشان ايه نقوم هذا الايه الانزعاج لو احنا ما استخدمناش المواد الكيميائية دي صحيح يعني تمام فالله هيحصل هيحصل ايه بقى نتيجة سلبية ويحصل للانسان ايه ممكن ايه يتسبب في حوادث سيارات او ازمات قلبية او ادمان الكحول ولا قدر الله ممكن يؤدي الى الايه محاولة الايه الانتحار الراحة الاخير بدأ بكلمة اوار ليفنج هبقول هنا الظروف الايه المعيشية وايه وزروف العمل تضع الانسان بردك تحت الايه الضغط كمان ايه الزحام في المدن الكبيرة وزحام المرور والمنافسة في العمل وعدم الايه اليقين او الشك في المستقبل ده يؤدي بردك ايه يخلى حياتك ايه مضغوطة تمام؟ فبيقولوا هنا ايه الافضل هو الوقاية خيرا من الايه من العلاج طيب الوقاية ازاي بقى بقولك اكبر خطر انك ما تقدرش ايه تسترخي يعني تحصل على الاسترخاء بمارسة الرياضة او ايه الخروج للتنزه هي ديت ايه ايه نصيحة اللي بقولوا عليها في اخر ايه البراجراف لتجنب اخر سطر قبل الاخير لتجنب الضغوط يجب عليك انك ايه ريلاكس بس جيت انا في اكسرسايز واتمارس ايه هوايتك اللي هي منا بقى الاسئلة رقم واحد هتبقى دي الصفحة اللي بعدها مية خمسة وستين اتنين هتبقى بي تلاتة اللي هي لقاء اخرى من العلاج ديت هتبقى ايه اربعة هتبقى سي خمسة سي برضك تبستة دي بيقولك كيف تعتقد ممكن يكون صديق وفي اجابات متعددة انت ممكن تقولها ممكن نجيبها برضك من القطعة اللي هو السطر ده اللي احنا قلناها واحنا بايه بنترجم يمكن يحذرك انت تحت ضغط كبير تغير ايه نظام حياة يعني لازم وقت للايه الاسترخاء رقم سبعة اه من القطعة اوجد كلمات تدي نفس المعنى فايه هتبقى single وبي هتبقى صفر اخر واحدة تمانية اقترح عنوان للايه للقطعة هتبقى ايه برضك اجابات متعددة ديت ايه اقتراح بس استرس عندنا بقى السؤال اللي بعده ترجم الى اللغة العربية اول ترجمة محلولة تحت ايه يوجد دي رقم واحد تحل بتاعها يوجد الكثير من البؤساء لان ليس لديهم المال الكافي للعيش ولا مكان لكي يعيشون فيه هدي ايه مزربل يعني بؤساء بس فاش كلمات بقى صعبة خالص الترجمة التانية researches الابحاث هنا بيقول يقول الباحثون على اساس يعني الابحاث ديت ايه ممكن تقول برضك يقول الباحثون يبقى اسلوب افضل يعني انه يجب علينا ان يكون لدينا هواية لانعاش انفسنا والتخفيف الاثار السيئة النتيجة عن من ايه من ضغوط العمل طب هنا كلمات الصعبة يعتبر ايه معظمها كلمات سهلة ايز يعني يخفف باد افكس اثار ايه سيئة استرس قلناه في القطعة ضغوط او ضغط ايه رقم ثلاثة ايه بدون السقة والايمان بقدرتك لا تستطيع ان تحقق النجاح او السعادة والذوت يعني بدون كونفيدنس لي الثقة بليف الايمان اون باور يعني قدرتك يعني اتشيف يحقق ساكسس النجاح هابينيس السعادة النوع الثاني من الترجمة صفحة 166 ترجم للغة الانجليزية يقال ان البشر في خطر دائم نتيجة تدخلهم في الطبيعة بسبب جشعهم وغباءهم هنا هنحن نلاس زي دي يتحل موجود تحتها يقال عناية السيد that البشر humans are in continuous danger خطر ايه دائم لتدخلهم as a result of نتيجة لي their interference تدخلهم فين in nature في الطبيعة بسبب يبقى because of جشعهم their greed معلش كلمة ايه موضحينها g-r-e-e-d جشع وغباءهم and stupidity وقد سبب هذا التدخل في ظهور انواع جديدة من الامراض التي ليس لها علاج and this may could lead to the appearance of new diseases امراض جديدة that have no cure التي ليس لها علاج رقم 2 يجب على الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة الاهتمام بتطوير مصص الطبية الفعل مين الحكومة المصرية هنجبها في الاول the Egyptian government متمثلة represented in the ministry of health وزارة الصحة ما لها بقى كل ده must يجب take care of يعني تهتم به تطوير developing المصص الطبية medical organizations اللي كي تتمكن to be able to face لمواجهة ايه خطر any danger in the future في المستقبل رقم 3 نحن نعيش في مجتمع يعمل فيه الرجل والمرأة جنبا الى جنب بحقوق متساوية مين اللي بيعيش بقى نحن ويبقى we نحن نعيش الان we now live in a society المجتمع where من الرجال and women والسيدات او النساء او المرأة يعني هنا works يعملوا جنبا الى جنب with equal rights بحقوق متساوية الصفحة اللي بعدها صفحة اسئلة القصة دي الاجابات عشان الناس اللي عايزة تتأكد من اجاباتها صفحة مية سبعة وستين هذه الاجابات بتاعة الصفحة دي وكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة وانتظرونا في حال بقية الوعدات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة